هل ترون ما يحدث هنا في هذه الإنترية؟ يتحدثون مجموعة، آرابي، آنجلي هذا هو مجموعة مجموعة، مجموعة، مجموعة مجموعة، 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 هذا هو مجموعة، هذا هو مجموعة نعمل هذا اللقاء بمناسبة كتابتك لمص الجبان وأحياءه معنا مسرحتك كقراءة مسرحية كثير دقيقة فعمر هو كاتب مص الجبان طيب معناته اسمي عمر جباعي كاتب مسرحي ومخرج وفي الـ 2020 2019-2020 بلشت بكتابة النص اللي اسمه الجبان وهلأ ببرلين لأحضر القراءة للعرض اسمي نواري يوسيف بالأساس أنا خارجي التمثيل لمشق بلس هي أول تجربة حقيقية بالنحط فيها أدام نص صعب لم أقل فهمتش بعيد نص كتير صعب ما بيناعمل قراءة بس المهم انه بيناعمل قراءة طرينا نطلع مواحدنا أنا والممثلين النهارين هو نفس العرض بس هو غير عرض جديد أول يوم عرض وثاني يوم عرض ثاني تماما مع أنه نفس الشي بس لأنه الممثلين بيقلبوا كل أدوار وكونسر المشروع قائم على شركة سورية بتشتغل بألمانيا ففي منتج محلي سوري عم يحط هون على المسارح الألمانية فكان الكنسيبت الأساسي أنه تنعمل بجزء بالألماني وجزء بالعربي لحتى كيف نوصل ثقافتنا المحلية أو كتابنا السوريين كيف بدنا نوصل أفكارهم ونصصهم الجديدة للمجتمع الجديد الذي نخرطنا فيه بشكل عام فكان الكنسيبت أنه ينعمل نص نصين بأول ليلة بيكون ألماني وبينقلب بالنص سوري أو العكس اللي اشتغلنا عليه نحن هون هو أنه نحاول ما يكون نص ألماني ونص سوري حاولنا أنه ندمج كل الممثلين مع بعض بحيث أنه بما أنه هي قراءات فيها توجيهات إخراجية وحوار حاولنا أنه نقسم الحوار بين الموسرين الألمان والسوريين لحتى يعني تكون تجربة حية أكتر من هيك ومو يكون النص مقسوم بالنص كشوكولات حليب حاولنا أنه يصير في انخراط بين الموسرين أساساً هنو يشتغلوا مع بعض الألمان والسوريين وطلعت نتيجة يعني لا بأس فيها فبالتالي أول نهار كان الحوار مع شباب السوريين وتوجيهات الإخراجية مع الشباب الألمان اليوم سيكون العكس فرويد يعني فرويد يعمل على تحليل المنزل لماذا تصبط عليه عقدة أوديب مثل ما تصبط على أي واحد بالمكسيك لأنه بالأخير البشر واحد بتخيل الترجمة مهمتها هي كشفها هي وسيلتنا لحتى نكتشف أنه نحن بالأخير كلاتنا يعني أنا اتفاجأت مع ليونة مثلا سألتك هم سؤال أن هؤلاء يمكن أن يكونوا صعبين كيف تكترجميون مثل العبارات اللي علاقة بالقومية والوطنية والدكتاتورية وقالت لي واتا أنه لا يوجد شيء بشبه بألمانيا الشرقية عن طريقة مجمع امر بالسطريق وسامت بشكل كما كبير السرسل ما قدانت ترجم يدفع مجمع امر بالسطريق ولكن مجمع المجمع امرتها للسطريق مجمع امراض مجمع ايدي حسنًا احبارت امرت صاحب البدي من من مجمع ابحارة كما기는 البدي me مجمع اقعه بيقعه وهماء في اس وقت لأنه يوجد بعض الزوابات الذي لا يحدثون. لديه حلقت، عادية ، يوجد فوق العديد ، وثمين بأسطان القادرة الانتباب فلما يدد ما أحدثون في دون الأخر من العديد لذلك الأمر تدام والشياء أسوأ وأجزيها من الجنس بعد حينيث الشركات التي يمكن أن تعلن مقارنة إليها أيها المستقبل. وهذا أخرج يمكن أن يكون الدولة والمتعار في الامع التالي ومن المستقبل الأشخاص العديد من الأعوانات التي تذكرتهم ذلك يمكن أن يكون هذه التالية لماذا ناعدة التالية والاستخز الاصيارا أو متخراه أغلأ بسالل عاما في التدريطات الأموات المغلقة كلمة كلمة في الأطفال والاستخز الاصيارات أنا أرى في تدريطات الحالات الأخطأ في التدريط المستخدر لأن هذا هو نوع العديد من الواقع. وكذا يجب أن نقص في المدية، وإنها دور الواقع الوقت المستويل يتعادل المستويل والاستحيلوية ويجب أن يقص على الأطفال. اللذي ينقص بالأطفال للغادة بينهين ماهي دور من المهمة من الأطفال. لكن لذلك يحيث أكثر ما يناهي من الواقع؟ كيف يمكن أن نجزة من العقل؟ كيف يمكن أن نجزة من المستويل؟ في سوريا كنا نتقدم نص لشيكسبير أو بريشت أو أي كاتب أوروبي أو أجنبي باللغة العربية فكاننا نتقبله لأنه يتقدم أول شيء بلغتنا وحتى بشكل الممثل نتقبله لأن هذا الممثل يشبهنا بالشكل فعليا الإنسان هو إنسان وينما كان وأنا بالنسبة لي هذا السؤال غير مطروح يعني ليش مثلا شو اسمه كارلوني شو كان اسمه مارلون براندو بالجاد فارور ليش عالمي مثلا نحن بسوريا ما عندنا مافيا أو عندنا مافيا بشكل مختلف تماما كيف كان تلقي الممثل الألماني أو المخرج الألمانية فلانة للممثل السوري أو الممثل السوري بس نحن معنا السؤال المعاكس أنه الممثل الألماني شو هل أداء جيد ولا لا فلان كاتب نص من فنلندا معناته هو نص أكيد أحسن من نصي أنا ككاتب مني فنلندي هاي مشكلة لأنه هي مشكلة لاوعية وهي يمكن من آثار الكولونيالية أنا هلأ ما بدي أكي عن العرب لأنه مافي شي اسمه ممثلين العرب وممثلين الأوروبيين في الشي بالنسبة لي في ممثلين سوريين اللي هنا أنا من دائرتهم وبعرف المدرسة اللي حنا نشتغلنا عليها اللي هي المدرسة السورية والروسية سوريا اللي متأسرة بالروسية اللي هي شوي متأسرة بالستانسلافسكي تتعرف عن نص شوي شوي وعلى الشخص وعلى ظرفه للناس يعني هيك بتفوت كتير بهدوء هون لا هون مسكوا النص ومثلوه من الأول قراعة أنا من فلجد في عندهم طاقة حتى يمثلوا غير ما نحنا غير ما مدرستنا فهذا كتير جذبني أي حسيت أنه آه رح تكون تجربة مميز احسنتين احسنتين احسنتين